اليوم اللي عم يستفيدوا من البرنامج حسب أرقام منظمة العمل واليونسيف تقريبا 7000 بينما اللي لازم يستفيدوا هني حوال مثل ما قالت عيام حوال 12000 أو 13000 فسعفوا مفهم ليش اليوم يستفيد 7000 ولازم يصيروا 12 يعني الميزانية الميزانية مرصودة لـ 12 الميزانية بتغطي بين 12 و 13000 بينما اللي هلأ اللي هلأ بلش يتقاضل 40 هني 7000 اللي عندهم بطاقات واللي بطاقاتهم صالحة هلأ فيه اللي ما إجوا استلموا هني حال من حالين إما ما عندهم بطاقات ما طلعوا من أساس بطاقة إعاقة إما ما جدروا بطاقاتهم كرمال هيك اليوم نحن منوجه نداء لكل الأهل لكل الأصحاب لكل اللي بيسمعوا بها البرنامج إنهم وين ما في حدا عنده إعاقة بين عمر 18 و 28 1995 2005 يبلغوا لأنه يمكن ما يكون عارف لكن المهم هلأ لبنان بـ 6 شباط الماضي صادق على الاتفاقية الدولية أخيرا بموجب القرار 10-966 خلينا بس نبلش نقول إنه مجلس النواب بلش يعني في لجنة الليجنة النيابية لحول الإنسان بلشت العمل على موضوع تعديل الأوانين هاي مقطع إيجابية هلا وزير الخارجية رافض يبلغ الأمم المتحدة أو المين العام للأمم المتحدة بحجة إنه اجتماعات مجلس الوزراء هي غير شرعية وبالنتيجة إنه الاتفاقيات الدولية يجب أن يوقعها رئيس الجمهورية ومش توقيع من رئيس الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية يعني هي مش بس فقط شخص وزير الخارجية تحمل مسؤولية هي موضوع الاتفاقية من يوقعها لنرسلها إلى الأمم المتحدة بالضبط أوكي أنتوا مقتنعين بهالحجة بين مزدوجين نحن بصراحة وفي كتير اتفاقيات ما عم تمر لأنه بدأ توقيع رئيس الجمهورية فيه أمور كتير يعني هلأ بمجلس الوزراء بس أنه نحن بالآخر بصراحة سعدة أنه مجلس الوزراء أقر